بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم يا شباب في المحضرة ال 12 من كورس ال bms النهاردة نتكلم عن علاقة ال bms بالfire fighting system fire fighting system اذا هو نظام اطفاء الحريق نظام اطفاء الحريق طيب احنا كمهندسين bms ايه علاقتنا او ايه الربط بيننا وبين the fire fighting زي ما احنا فاكرين في the fire alarm اللي هو انزار الحريق هده يشتغل ومهندس الكهرباء في الفاير فايتنج ده نظام اطفاء الحريق وده المفروض بشتغل عليه مهندس الميكانيك احنا كمهندسين BMS المفروض بنشتغل على الفاير فايتنج ونقاط الربط مع نظام اطفاء الحريق ازاي اولا ايه هو نظام وايه المواد المستخدمة في اطفاء الحريق انا هنا عندي في المباني بشتغل فير فايتنج بثلاث أسليب إطفاء يا إما بيتم من خلال الماء الووتر ده كلنا عارفينه يبقى رقم واحد الووتر رقم اثنين الجازس رقم ثلاثة الفوم طيب لو أنا سألتك يبقى أنت دلوقتي هتقولي الحاجات اللي أنا بطف بيها الحريق رقم واحد بطف بمية يبقى في نظام ووتر سيستم رقم اثنين بطفي بغازات زي الـ CO2 والـ FM200 زي الـ CO2 والـ FM200 دول الغازات اللي أنا بستخدمهم في إطفاء الحريق ممكن أطفي رقم ثلاثة بالفوم يبقى الفايرفايتنج ايه المواد المستخدمة في الإطفاء رقم واحد ووتر رقم اثنين جازس زي الـ CO2 والـ FM200 والفوم تعال نبدأ نشوف ازاي بتتكون انظمة اطفاء الحريق اللي بتستخدم الووتر المية تمام ايه هي مكونات نظام اطفاء الحريق اساسا وايه النقاط اللي انا المفروض اشتغل عليها كمهندس بي ام اس اول حاجة لازم ادرس خزان المية المستخدم في الاطفاء يبقى هو انا بطف بمية المية دي موجودة جوه تنج جوه خزان لازم اشوف ايه النقاط اللي انا ابدأ اتعامل معاها كمهندس بي ام اس مع هذا الخزان رقم اتنين المية دي عشان تطلع من الخزان تروح لموصير اطفاء الحريق لازم يبقى فيه مضخة مستعملة لضخ المياه في موصير الاطفاء يبقى انا عايزك تركز معايا في حالة الفايرفايتن كبي ام اس انا مهتم بالخزان رقم واحد الخزان رقم واحد اتنين مهتم بالمضخة تعال نشوف بقى كبي ام اس في الخزان انا بعمل ايه وفي المضخة انا بعمل ايه لو انا بصيت كده على الشكل اهو بصفة عامة فيه الخزان فيه الخزان الخزان اهو يا شباب تعال نشوف كده الخزان ادي خزان مياه لازم ابدأ اعرف الليفل يعني مش عايزة اخلي الخزان يفضل الاخر عايز شوق مياه بموجودين تحت فحط لو ليفل واحط هاي ليفل بحيث المياه ما تنزلش للسفر يبقى الخزان فاضي خالص او المياه تزيد تطلع من بره الخزان او تبقى تمام اكتر من المستوى المطلوب فانا بحط هنا ليفل سينسور ليفل سينسور او ليفل سويتش هنا بحط طبعا ليفل سويتش اهو انا بلاقي ايه في الخزان متوقع الاقي عليه سويتشات تمام اعرف من خلالها مستوى المياه ووصول للحد المطلوب اللي هو اللو الهاي ده هنسميه ليفل سويتش ليفل سويتش واحد هيركب على الخزان من فوق هنا ده هنسميه هاي ليفل واحد تاني هنسميه لو ليفل يبقى انا هروح هلاقي ليفل سويتش او زي العوامة كده ليفل سويتش ده او ده بيسموه ليفل سويتش هلاقي عليه اتنين ليفل سويتش تمام ممكن هلاقي سنسور ممكن هلاقي سنسور يبقى سويتش يعني مفتاح يبقى هلاقي مفتاح للهاي ليفل ومفتاح لللو ليفل ممكن تلاقي حساس لقياس مستوى المياه تمام اللي هو بيسموه الترا سونيك سنسور الالترا سونيك ده بيبعد شعاع الترا سونيك هنا تمام عشان يبدأ يعرف مستوى المياه تمام والقيمة دي بتكون انالوج ويقارنها بالقيمة الفعلية ومن خلالها يعرف ان مستوى المياه اهو يعرف ان مستوى المياه بيطلع او بينزل بشكل مستمر يبقى انا ممكن الاقي في الخزان خلي بالك يا اما سنسور زي ده اهو بيركب هنا فوق على الخزان وده نسميه الترا سونيك سنسور او الاء سويتشات سويتش اللي هو بيسميه سنسور تمام السويتشات دي طبعا هاخد منها اشارة ديجيتال هاخد منها اشارة ديجيتال اني والله اللي هو ليفل وصل له او ما وصلهوش والهاي ليفل وصله او ما وصلهوش يبقى ده النقطتين اللي انا ايه ممكن الاقيهم على الخزان وهما الاتنين خاصين بالليفل الجزئية التانية في الفايرفايتنج ودي مهمة جدا اللي هي البامب المضخة طيب لازم الناس تبقى فاهمة المضخة تكون وصله ازاي انا عندي الرسمة دي اهي بتوضح للفايرفايتنج بامب الفايرفايتنج بامب دي المضخة بتاعتنا باخد منها كابل باور اروح رايح على لوحة التحكم او يسموها كنترول بانيل او ريليس بانيل تمام طيب الريليس بانيل دي انا واخد منها هي نفسها يبقى انا هنا مغز كابل باور بين اللوحة وبين المضخة ماشا اللي يهمني انا كمهندس تمام بي اميس ايه اللي يهمني يهمني الاتصال بين هذه اللوحة وبين الدي دي سي خلاص انا هيا مضفية ولا شغالة دي حاله هي مضفية او شغالة حالة وبعد كده هي شغالة طب هي شغال منوال ولا اوته دي الحالة التانية طيب لو حصل ارور او فولت لازم ابقى عارف يبقى حالة استيتس ديوجيتا الامبوت برضو التي بنسميها في تريب Alright ready for called تمام طيب هل هي شغالة بوضع طبيعي ولا حصل تريب للمضخة تمام من خلال تريب فولت ستيتاس يبقى دول تلات اشارات بعد كده في عندي الووتر فلو ستيتاس يعني هل في تدفق مية طالع من المضخة ممكن تكون شغالة مفيش مية طالعة تمام فانا لازم اعمل له ستيتاس خاص بالديجيتال طيب والووتر بريشر ضغط المية هل المية احنا بنحتاج ضغط المية اتناشر بار عشرة بار وهكذا اي رقم احنا محتاجينه هل في بريشر فعلا في المية دي او في المواسير ولا لا في بريشر طالع من المضخة ولا لا ووتر بريشر ستيتاس طبعا هنا هيبقى انالوج امبوت انالوج امبوت يبقى كل الاشارات دي جاية كل الاشارات امبوت هتتاخد من لوحة الفاير فايتنج هتروح لروحة الديدي سي او لوحة البي ام اس يبقى كلها عبارة عن اشارات انا بشوف هل المضخة شغالة ولا لا طب هي شغالة على واضع مني ولا ولا اوتوماتيك تمام طيب هل في مشكلة في الاوبرلود ولا لا في السريان وهل هي بتدي ضغط مية ولا لا دا مهم جدا يبقى تاني ببساطة عشان الناس تركز معي خلينا نجيب كل دول كده مع بعض احنا النهاردة بنتكلم في المحاضرة عن علاقة الفايرفايتنج مع البي ام اس قلنا الله احنا بنطفي الحرايق بتلت اساليب يا اما بالمية بالووتر يا اما بالجازس بالغازات او بالفوم قلنا الله الغازات زي السي او تو والاف ام تو هندرد خلينا في الكيس رقم واحد اللي انا بطفي بالمية المية دي بستخدم حكتين خزان مية عشان اطفي بالحريق ومضخة عشان اضخ المية دي في المواسير احنا كبي ام اس لازم نشوف خزان المية يا اما بلاقي level switches واحد high level واحد low level باشكالهم اللي هي زي دي كده دول switches او sensors حساس ده شكل الحساس السنسور في عندي ultrasonic sensor عشان اقدر اشوف المية بتطلع وتنزل وبالتالي اقدر اعرف مستوى المية واصل فين الحتة التانية او الجزء التاني في الاطفاق بالماء اللي هو مضخط اطفاق الحريق بتكون مربوطة بلوحة بنسميها release the panel او control panel طبعا بيبقى فيه كابل باور واصل بين ال control panel دي وبين المضخة نفسها عشان اتحكم في المضخة انا عايز اعرف شوية حاجات من المضخة هل المضخة شغالة ولا لا بحط عايز اشوف هي لو شغالة شغالة مانيول ولا اوتو احط مانيول على اوتو ستيتاس عايز اشوف هل عليها فولت ولا لا احط عندي تريب على فولت ستيتاس وهاشوف الووترفلو هل في مية طلعة اصلا ولا لا برضو دي ستيتاس وهل المية دي طلعة مضغوطة عشان تمشي في المواسير ولا لا بحط ووتر بريشر ستيتاس ودي كلها اشارات حالة برائب بيها عمل المضخة يبقى انا كده خلصت الجزء الاول الخاص باطفاء الحرائق بالماء طيب الغازات انا بطفي بعض الحرائق بالغاز تمام لان في اماكن ما ينفعش اطفي فيها بالمية طيب ايه الغازات اللي انا بستخدمها في عندي السي او تو والنوفيك والاف ام تو هندرد والاف ام تو اندرد طيب الانظمة اللي مستخدمة دي كلها لازم تبقى في لوحة دي دي سي بنل نفس القصة مربوطة بريليس دي بنل مربوطة بريليس دي بنل نفس القصة انا بشوف عايز اشوف ستيتاس يبقى هشوف تمام الباور ستيتاس حالة المضخة شغالة ولا لأ طيب لو شغالة عندي شغالة نورمل ولا حصل فيها فولت طيب الجنرال الارم اللي هي الستيتاس بتاعت الاخطاء العامة بيسموها تمام او حالة الاخطاء العامة في خطأ ولا لأ وفيه البرشير ستيتاس اللي هو حالة الضغط بتاع الخط دي مش موية بقى سان كان سي او تو او او اف ام تو هندرد او نوفيك تمام ده بيسموه اللاين بريشر ستيتاس بشوف حالة ضغط الخط نفسه وبالتالي باربط بين الريليزد بنل وبين الدي دي سي بنل الخاصة بالبي ام اس النوع الثالث زي ما قلنا اللي هو الفوم نفس فكرة الجازس يعني الجازس والفوم تمام بيبقى فيه ريليزد بنل ودي دي سي بنل وبربط بينهم من خلال حالات الستيتاس بتاعته يبقى المحاضرة بتاعت اليوم كانت بتتكلم عن علاقة الفايرفايتنج سيستيم مع انظمة البي ام اس وقلنا فطفي يا اما بالمية يا اما بالغازات يا اما بالفوم المية عندي الخزان بشوف مستوى الخزان وعندي المضخة اشوف التحكم في المضخة مستوى الخزان بشوفه يا اما بسويتشز مفاتيح او بشوفه بحساسات سينسورز سويتشز بشوف هاي ليبل سويتش و لو ليبل سويتش ويه الحساسات بقدر اعرف من خلالها من اشارة انالوج اعرف قيمة الفعالة المستوى المية وبالتالي اعرف مستوى المية موجود فين رقم اثنين المضخة بربط المضخة مع لوحة الريليس دي بانيل وببدأ ارائب حالة المضخة في عندي خمس او ست اشارات منهم هل هي شغالة ولا لا الان والاف وشغالة شغالة على المانول ولا على الاوتو هل هي شغالة طبيعي ولا حصل تريب او فولد وبعدين بشوف الووتر فلو هل في تدفق للمية وهل في ضغط ولا لا ده كله حاجات بقدر رائب بيها الستيتس الخاص بمضخة المية نفس القصة الجازس انا بطفي او بخمد الحرائق دي اما بالسي او او بالاف ام تو هندرد او بالنوفيك وبالتالي انا بعمل علاقة بين الدي دي سي بانيل اللي على اليسار دي ومين لوحة الريليس دي بانيل كلها بشوف بيها حالات استيتس نفس الكلام بيطبق على الجازس ويطبق على الفوم سيستيم واشوفكم في محاضرات تانية كتير خاصة بالبي ام اس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته